لا شيء يقف في وجه الميليشيات الحوثية عندما يتعلق الأمر بالجرائم والمجازر وانتهاك المحرمات أساليب القتل وسفك الدماء بلغت حدا لا يمكن السكوت عنه وباتت تمثل وجها واضحا من أوجه الإرهاب الضربة الحوثية الأخيرة كانت من خلال الاعتداء الإرهابي على مسجد معسكر كوفر بمأرب الذي دانه الرئيس اليمني عبدرب منصور هادي واصفا إياه بالبشع حصيلة الاعتداء الإرهابي على المسجد بلغت أربعة وثلاثين قتيلا وأكثر من مئة جريح حيث استهدفت الميليشيات الانقلابية المسجد أثناء صلاة الجمعة بصاروخين موجهين وفق موقع التوجيه المعنوي للجيش الوطني اليمني وزير الأوقاف والرشاد اليمني أحمد عطية رأى أن استهداف الانقلابيين للمسجد يعد جريمة حرب مكتملة الأركان وقال إن الانقلابيين لا يمكنهم تبرير هذه الجريمة على الإطلاق الميليشيات من جانبها كانت قد اعترفت في خبر بثته على وكالتها الإخبارية فور وقوع الاعتداء بأنها قصفت معسكر كوفر بصواريخ زلزال واحد وقذائف المدفعية الثقيلة مع العلم بأنها ليست هذه هي المرة الأولى التي يستهدف فيها الانقلابيون المساجدة فقد قامت ميليشيات الحوثي في مرات سابقة بتفجير مساجد ومجالس عزاء في محافظات يمنية عدة مدير دائرة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة اليمنية اللواء محسن خصروف أشار إلى أن الهجوم الذي نفذه الانقلابيون على المسجد أثناء أداء صلاة الجمعة إشارة للنزعة الإجرامية والدموية للمهاجمين وقال إنها الرسالة ذاتها التي أراد الانقلابيون توجيهها عندما استهدفوا خيمة أعزاء عبدالرب جدادي فيما رأى وزير الأوقاف اليمني أن استهداف الانقلابيين لمسجد مأرب يعد جريمة حرب مشيرا إلى أن المسجد ليس هدفا عسكريا وهو مكان للصلاة يأمه مصلون مدنيون ليس إلا موسيقى